السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلاب والطالبات العزاء الصف الثالث الابتدائي النهاردة عندنا درس اسمه أنا القوي الدرس ده بيناقشنا عن أهمية ممارسة الرياضة بيعرفنا أهمية الرياضة بالنسبة للإنسان كلنا عارفين أن رياضة بتعطي للإنسان جسم صحي أخي أنس معروف بحبه الشديد للرياضة فهو يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع جميعه عليها أنس كان معروف أنه هو بيحب الرياضة من هو صغير وكان بيشجع أنه الجميعه عليها لاحظ أنس عدم انتظام زملائه بالفصل في الذهاب إلى التمرين وأنهم لا يقدرون أهمية ممارسة الرياضة عدم انتظام هنا بمعنى عدم استمرار أنس لاحظ عدم استمرار زملائه بالفصل في الذهاب إلى التمرين وأنهم لا يعرفون لا يقدرون معناها لا يعرفون قيمة لا يعرفون قيمة أهمية ممارسة الرياضة فقال لي أنا أسقال لأخيه أريد طريقة تساعد زملائي بالفصل في معرفة أهمية ممارسة الرياضة للحصول على جسم صحي يبقى هو كان عايز يعرف زملائه يعرف زملائه أهمية ممارسة الرياضة عشان يحصلوا على جسم صحي فقلت له أخو اقتراح عليه اقتراح ما رأيك فيه عمل مجلة حائط مدرسية تتعريف بأنواع رياضات وفوائدها بالتعاون مع زملائك بالمدرسة هما يقرروا هو قالوا يعرض عليه الاقتراح أن هما يعملوا مجلة حائط وزملائه يتعاونوا بي معي ويعرفوا أنواع رياضات وفوائدها وأن تقوم كل مجموعة باختيار رياضة مال والبحث عن أهميتها وكل مجموعة تختار رياضة وهتبحث عن أهميتها ليه إحنا منلعب الرياضة دي وإيه أهميتها عشان نلعبها أعجبته الفكرة وقال لي سأجتمع غدا مع زملائي لمناقشة الفكرة وتقسيم المجموعات هيجتمع مع زملائه علشان ينقشوا الفكرة وهيقسموها لمجموعات تحمل زملائي أنس وبدأت كل مجموعة في جمع المعلومات اكتشف الطلاب حقائق عن أهمية الرياضة وبعد انتهاء العمل تم وضع المجلة على الحائط واجتمع الطلاب لقراءتها وبعد فترة لاحظ أنس التزام بعد زملائي بحضور التمرينات الرياضية يبقى بعد ما وضع أنس المجلة لاحظ أن زملائه بقى ميحتروا التمرينات الرياضية هنا عندي أسئلة اقرأ ثم أجب أخي أنس معروف بحبه الشديد للرياضة فهو يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع الجميع عليها ما معنى الشديد؟ معنى الشديد القوي ما مضاد الصغر؟ القبر هنا لماذا عرف أنس بحبه الشديد للرياضة؟ لأنه يمارس الرياضة منذ الصغر تاني سؤال ما رأي الزملاء في الفكرة؟ وماذا فعلوا؟ تحمس الزملاء وبدأ كل مجموعة في جمع المعلومات ما الفكرة التي أعجب بها أنس؟ عمل مجلة حائط للتعريف بأنواع الرياضة وأهميتها من الذي سيقوم بعمل المجلة؟ أنس بالتعاون مع زملائي ماذا لاحظ أنس في النهاية؟ لاحظ أنس التزام الزملاء بحضور التمرينات الرياضية ما رأيك في أنس ولماذا؟ إيه رأينا في أنس؟ أنس أنس تلميذ نشيط وذكي لأنه فكر فيه طريقة لمعرفة زملائه أهمية ممارسة الرياضة وبكده يكون درسنا خلص ويارب إن شاء الله تكون استفدتم واجهفكم على خلية سنة ثلثة بإذن الله